الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً أبنائي في هذا الدرس الجديد والذي تعلقنا طبعاً الدرس الرابع قسم السادس الجديد في الجمعيات إذا المغرب مظاهر من الحضارة حضارة الأدارسة الهدف طبعاً هناك يقولنا أقوم بتحليل نصاريخي حول فاس وأدرس هذه المدينة باعتبارها مركزاً مركز إشاعي تجاري وأتعرف المسكوكات الإدريسية أمهد لتعلماتي لدراس مدن تاريخية نعم نعتمد وطائق تعتمد وطائق متنوعة النصوص تاريخية المسكوكات كيف أقوم بتحليل نص تاريخي حول تأسيس مدينة فاس وكيف أدرس هذه المدينة باعتبارها مركز إشاعي تجاري كيف أتعرف مسكوكات إدريسية ندرها من فضي نعم نشرع الأنشطة أقوم بتحليل نص تاريخي حول تأسيس مدينة فاس نقرأ هذه تعلمت في المستوى الرابع ابتدائي كيف أدرس طاريخ مدينة قريتي من خلال نص تاريخي وهي الطريقة التي أطبقها لدراسة طاريخ مدينة فاس نعم نقرأ الخطوة الأولى أضع النص في إطاره الزماني والمكاني كان تأسيس الإمام الإدريس لمدينة فاس في يوم الخميس ربيل أول عام اثنين وتسعين ومئة تمان ومئة وتمانية طبعا أسس عدوة الأندلس وأدار بها السور وبنى بها جامل الشياخ ثم شرع في بناء عدوة قرويين فانتقل عن عدوة الأندلس إليها وأخذ في بناء جامع الشرفاء ثم أخذ في بناء داره ثم بنى القصرية إلى جانب المسجد وأدار الأسواق حوله وأمار ناس بالبناء والغرس فطبعا ابتل الناس والديار وأغتلسوا الثمار وكطرة العمارة هنا أضع النص في إطاره أولا علي بن أبي زرع طبعا الفاسي المتوفى عام 741-1340 الكتاب الأنيس المطريب برود القرطس في إخبار المغرب وطاريخ مدينة فاس إذن قلنا ما نوع النص النص مقتطف من كتاب طبعا من كتاب ما مصدره المصدر هو هذا هو الأنيس المطريب برود القرطس في إخبار المغرب وطاريخ مدينة فاس من صاحبه صاحبه هذا هو علي بن أبي زرع الفاسي إذن ما تاريخ كتابته إذن يبدو أن هذا الكاتب المؤرخ توفي سنة 1911 هجرية بمعنى الطريق الكتاب فيه هو القرن الثامن هجري وهنا توفي 1940 ميلادية بمعنى القرن 14 ميلادي في اللحظة التي كان فيها عائش يا عائش الفترة التي عاش فيها هذا المؤرخ هي قلنا سنة 1941 هجرية بشمات بمعنى كتبها في القرن الثامن وهجري والقرن 14 ميلادي طبعا ما موضوعه؟ الموضوع هو تأسيس مدينة فاس أسيس مدينة فاس نعم الخطوة الثانية أفهم النص تاريخي أشرح المفردات الوالدة في النص بالرجوع إلى تعلوماتي السابقة وإلقا ومثلهم نعم أتشق لي نفسنا المدينة عن شوفه طبعا هنا قلنا مصدروه الأنيس المطريب طبعا برود القرص في إخبار المغرب وطاريخ مدينة فاس صاحب عالي بن أبي زر الفاسي وكل التاريخ هو قرن الثامن هجري و14 ميلادي الموضوع هو تأسيس مدينة فاس نعم سنرى الآن الإمام إدرس هو إدرس ثاني مقصود به ابن إدرس أول ابن عبد الله ثاني حاكم مسلم في إمارة الأدارس هو ثاني حاكم مسلم القصارية طبعا سوق المدر القديمة كانت تبع فيه السلام مثل أتواب والزرابي والأواني وغير ذلك طبعا تلحيلي العمارة يعني هي البناء التي سمى وتشيد الذي عرفته مدينة حيثه أصبحت بالمدينة فاس أزيد من 300 رحا رحا ونحو 20 حماما بمناولة أصبحت اعتمرت المدينة ونكمل هنا أبحث على الأمكان المذكورة في النص وأحدد موقعها على خارطة وتسميم عدوة الأندلوس نعم عدوة الأندلوس هي هذه هذه عدوة الأندلوس وهذه عدوة القراويين نعم ثم جامع الأشياخ جامع الأشياخ ها هو جامع الأشياخ جاف عدوة الأندلوس وجامع الشرفة جاف عدوة القراويين راهما الخطوة الثالثة أحدد موضوع النص وأستخرج معلومات منهم عن مدينة فاس أحدد موضوع النص وأستخرج معلومات عن مدينة فاس نعم أستخرج معلومات من النص عن مدينة فاس تسعين ومية واثنين وثنين وثنين هجرية ثمانية وثمانية ميلادية والمؤسس هو إدريس الثاني نعم والمرافق التي فيها سنرا طلبوا من المرافق طبعا أذكر معلومات الكفراء يعني قلنا هذه العدوات الأندلوس عدوات القاري التي فيها الجامع الشياخ وجامع الشرفاء نعم السخل أهمية النص السخل لتقيمة النص وأهميته في التعريف بمدينة فاس فطبعا النص كان عبارة عن وثيقة أساسية وأساسية ومهمة طبعا للتعريف بمدينة فاس نعم النشاط الثاني أدرسوا مدينة فاس باعتبارية مركز إشعاعي تجاري النص منحات طبعا الطبيعة للفاس من توجد أرض خصبة غنية بمرائها وبالملح الحجري والأشجار المختلفة وتوجد في فاس في ممر إجبال يربط السهول الأطلنطية الغربية بالمغرب الأوسط وهو الجزائر والشرق وتتحكم فاس أيضا في المحور الشمالي فهي بمثابة أصبحت طبعا موقع استراتيجي مركز إشعاعي تجاري مهم جميع طبعا تمر عبر فاس استخدام من الوثيقة أهمية الموقع الجغرافي لمدينة فوأس من خلال الوثيقة الوثائق من خلال النص ومن خلال هذه الوثيقة تبين أن فاس تقع في موقع جغرافي هام ومهم جدا فهي طبعا ملتقى طر كاملين يعني بمعنى اللي جاي مثلا من الشمال يدز إلى فاس أحددوا الشروط التي جاء على مدينة فاس تلعبوا دورا إشعاعيا في المجال التجاري نعم الشروط هو أن فاس توجد فاس ممر إجبال يربط بالسهول الأطلنتي الغربية بالمغرب الأوسط هذه مهمة إجبال تمر من فاس إذن فهي مقدرة وشر وتحكم في المحور الشمالي جنوبي تحكم في المحور الشمالي جنوبي معنا اللي جاي من الشمس يمر إلى الجنوب والعكس للوصول إلى الباح المتوزل إذن فهي موقع ستراتيجي هان طبعا نكمل هنا عدنا قالوا لنا استخلص من النصوتي قتلا نقرأوا بعد هان كبرو ساهمت حملة مور إدرستاني في انفتاح المسائل انطلاقا من حاضرة الداريس فاس التي غلت بمتابة القطب التي تجتمع عنده المسارك من كل أنحاء المغرب إذن قلنا استخدمنا النص الفترة التاريخية التي بدأت فاس لعبوا فيها الدور طبعا الفترة هي فترة حكم الإدريس الثاني فترة حكم الإدريس الثاني نعم دابه هنا أتعرف مسكوكات إدريس يدرهم الفدي لاحظوا الدرهم في الدرهم هو دائري طبعا متوفي لا إله إلا الله مهم هنا لتشجيل حركة تجارية ضرب الأدارس عملة فدية والنحاسية بتدغى ووليلي وفاس وطنجة بدأ ضرب النقود منذ عهد إدريس الأول بتدغى على الفترة لتوفر مناجم الفدة هناك ونقش في أحد واجهيها لا إله إلا الله وحده بسم الله ضرب هذا الدرهم بتدغى سنة 174 وفي الوجه الثاني صورة هلال ثم محمد رسول الله وتحته مما أمر به إدريس بن عبد الله ووزنه قرامان وفصلة فلسي نعم إذن هذا الوجه الأول ووجه الثاني سنرى طبعا معلومات عليهم تهتم دراسة المسكوكات بالنقود المعدينية وتعتبر أحد العلوم فقد تكون المصدر الوحيد لمعرفة اسم الحاكم أو موقع أو حدث أو معلمة تاريخ نعم لأن تكون فيه اسم الحاكم هنا قالوا المادة التي صنعت منها العملة طبعا الفضة من خلال هذا شكلها طبعا دائري قيمتها طبعا ديرهم وعندنا وزنها ها هي وزنه غرامان وتوسين يعني جوش غرام فصيلة عسين جوش واحد وجوج كنا طبعا رسوم وكنا كتابات في الواسط وفي الجوانب نعم كنا هذه كاملة كنا ثم ما كان ضربات حساب النص بتدغى في تفيلات ثم مات 174 ها هي 174 وستنرى الإجابات هنا يكون ضروري ها هما نعم قلنا الفضاء دائري الديرهم ها الوزن ديالج فصيلة سين جرام كانت في الرسوم والكتاب كانت في المكان تيدغى في تفيلات و 174 ها هي نعم نعم الآن أهمية طبعا دراسة هذا أهمية دراسة ديرهم الفضاء إدريسي طبعا فالأهمية ذلك تجد أنه أداة مساعدة هو في البحث التاريخي أنها تشكل مصدرا للمعلومات نعم وهو وسيلة أساسية لمعرفة نوع المبادلات التجارية التي كانت آنذاك هنا أقوم تعلم أدعمه أقرأ النص وأقوم بتحليلي بتتبع الخطوات منهجية في عام 92 و هجرية 1808 أسس إدريستاني عدوة الأندلس ثم شرع في بناء عدوة القرويين وبنيت بفا دارسكال فناديق الحمامات الأرحال الأسواق وقصة إليه الناس من الأندلس طبعا وإفريقيا تونس وجميع بلد المغرب ببنية فيها جامل قرويين علي بن أبي زرع الفاسي طبعا متهف في سنة 1941 هجرية 1840 الميلادية هالكتاب الأنيس المطرب برود القرطس في أخبار المغرب وتاريخ مدينة فاس إذن ما نوع النص فهو مقتطف من كتاب مصدره قلنا هو هذا الأنيس المطرب برود القرطس في أخبار المغرب من صاحبه هو هذا علي بن أبي زرع الفاسي ما تاريخه ما دم أن هذا المؤرخ توفي سنة 1941 فهو عاش فهو قرن هذا قرن الثامن هجري وقرن 14 ميلادي إذن هذه الفترة تاريخه قرن 8 هجري وقرن 14 ميلادي موضوعه طبعا تأسيس مدينة فاس أساس تأسيس مدينة فاس أشرح المفرادات الوائدة في النص بالرجوع إلى تعلمات طبعا سنراها دار السكة واحد المصنع تابع للدولة يعهد إليه بسك النقود المعدينية مثلا سك الأداري سدرين في الضاء وفلوس النحاسية والفناديق طبعا الدور لإيواء الغرباء يعني أوطيل فناديق لإيواء الغرباء إبرام الصفقات تخزيل البضائع قبل توزيعها على الأسواق الحمامات كانت مثلا تستعمل الوضوء الغتيسال قبل الصلاة والأرحاء يعني أحد وسيلة لتحني الحبوب لتحني مشي لكن لتحني الحبوب القامح الشعير وغير ذلك بالنسبة هنا قالوا لنشنو مكيشي سؤال مواضح هنا قالوا أن أكتبوا فقرة أبنز في إشعاء تجاري لمدينة فاس في هذا الأداريس وأبحثوا عن عملة مسكوكو أقوم بدراست نعم هنا سنقوم صعب عن علبة الوصف أضعوا فقرة تبرز أهمية الإشعاء التجاري لمدينة فاس فالد أداريس ترجمة نانسي قنقر